اتارت وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن الفرنسية مارلين شيبا موجة من الجدل والغضب بعد ظهورها في غلاف مجلة اباحية ووصفت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن ظهور مارلين شيبا والمقابلة معها من قبل مجلة بلاي بوي الاباحية بانه امر غير مناسب على الاطلاق لا سيما في السياق الاجتماعي الحالي وبحسب موقع سي اين نيوز الفرنسي فقد تسببت مقابلة مارلين شيبا مع مجلة بلاي بوي بالفعل في تدفق كثير من الاستنكار حيث لا يبدو ان الغالبية متحدة وراء وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي ونقل الموقع ان رئيسة الوزراء اليزابيت بورن التي لم يتم ابلاغها بهذه الصفحة الاولى للمقابلة اتصلت بمارلين شيبا لتخبرها ان هذه المقابلة لم تكن على الاطلاق مناسبة في الضل الاوضاع الحالية بالبلاد وفي خضم ازمة سياسية واجتماعية مع اصلاح نظام التقاعد فان هذه المقابلة المنشورة مع مجلة بلاي بوي المعروفة بصور التعري وعلى الرغم من ان الوزيرة غير عارية تماما وترتدي ملابس فانها تجعل بعض اعضاء السلطة التنفيذية يرتجفون وفي هذا السياق قال مستشار وزاري فرنسي ان ظهور الوزيرة بهذا الشكل قد يتسبب في الاضرار بجهود الحكومة لتخفيف التوترات مع معارضي اصلاح نظام التقاعد وعلى الرغم من تناول وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن في هذه المقابلة الواردة في 12 صفحة مواضيع مثل النسوية والحق في الاجهاد او الدفاع عن افراد مجتمع الميم فقد انتقدت المعارضة ايضا اختيار وسائل الاعلام والتقويم مثل مقابلة امانويل مكرون في مجلة الاطفال بيف او مقابلة وزير العمل اوليفي دي سبوت مع مجلة تيتو ودون المعارض الفرنسي جان لوك ميليشون بشكل ملحوظ عبر حسابه في تويتر قائلا في بلد يتحدث فيه الرئيس في مجلة بيف ووزيره شيبا في بلاي بوي ستكون المشكلة هي المعارضة فرنسا تخرج عن مصارها اما النائب الشيوعي فابيان روسيل فقد كتب لا يكفي الاشتراك في مجلة بيف للاطفال لمعرفة نوايا الحكومة بل من الضروري ايضا الاشتراك في البلاي بوي من جانبها دافعت مارلين شيابا عن نفسها على تويتر قائلة ان الدفاع عن حق المرأة في التخلص من اجزادها موجود في كل مكان وكل وقت في فرنسا المرأة حرة مع كل الاحترام للمترددين والمنافقين